حديث من صلى الله أربعين يوما في جماعة هل هذا جماعة البيت أم جماعة المسجد أم تسود جماعة البيت حقيقة دائما القاعدة في الأحاديث أن العبرة دائما هي ماذا المعنى المتبادر إلى ذهن السامعين عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أو ذكر الصلاة فالصحابة رضوان الله عليهم عندما يسمعون من صلى في جماعة لا يعرف في زمن السلف إلا جماعة المسجد وخصوصا وجود النصوص الأخرى ثم خرج إلى المسجد فبالتالي المقصود بها المسجد لكن من حصل عنده عذر ولم يتمكن من المجيء إلى المسجد فإن شاء الله هو معذور هو معذور وأجره بإذن الله محفوظ إنسان مرت خلال الأربعين يوما فلم يستطع أن يشهد الجماعة صار كورونا وسكروا الجوامع ولا حول ولا خوة إلا بالله فأجره محفوظ على نيته وهكذا في أمثلة كثيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر